ثم يذهبون إلى ميناء تحيّت ميناء رمي جمرة العقبة إذا وصل إلى ميناء يرمي جمرة العقبة هذا أول عمل من أيام العيد يرمي جمرة العقبة ولا ينشغل مثل ما ينشغل بعض الحجاج اليوم إذا وصل إلى مزدلفة يلتقط الجمرات هذا ليس من السنة لكن لو التقطها لا حرج النبي عليه الصلاة والسلام ما التقط الحصاء إلا بعد أن انصرف من مزدلفة في طريقه من مزدلفة إلى ميناء قال لمن معه لابن عباس القط لحصاء فالتقط له سبع حصيات وقال أمثال هؤلاء فرموا الحصاء مثل حص الخذف أكبر من الحمصة وأقل من مثلا الفستق أو البندق أو الجوز تكون معتدلة لا كبيرة ولا صغيرة جدا وقال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين انظر إلى خطورة الغلو النبي عليه الصلاة والسلام يحذر منه وهو في الحج حتى في الرمي فالذين يرمون بالأحجار الكبيرة غالون والذين يرمون بالنعال وبالعصي وبكذا كل هؤلاء من الغلاء فعليهم أن يحذروا فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين الحصاء مثل الباقي الله أكبر من الحمص قليلا ولا يجزئ الرمي بغير الحصاء فيتنبه الحجاج ولا يتزاحم يرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا سبع مرات ويمتد زمن الرمي يوم العيد إلى الغروب وإن رمى ليلا فإن شاء الله لا حرج عليه للزحام الموجود ولا حاجة أن يضرب الشاخص أو يفحى من هذا إبليس أو الشيطان لهذه من الاعتقادات التي يعتقدها بعض الناس فالمهم أن الحصاء تقع في المرمى في الرمي في الدائرة الموجودة واليوم ولله الحمد والمنى هيأت هذه الدولة المباركة هذا المشروع العظيم وهذه المنشأة الكبيرة وهي منشأة الجمرات والناس يرمون بكل يسر وسهولة جعله الله في موازين أعمالهم الصالحة ثم بعد ذلك إذا رمى جمرة العقبة النبي عليه الصلاة والسلام رتب الأمور الأربعة يوم النحر على هذا النحو رمى جمرة العقبة ثم نحر الهدي ثم حلق رأسه ثم طاف بالبيت هذا الترتيب إن تيسر فهو الأفضل وإن لم يتيسر فلا حرج فيه فهو سنة والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج جاءه رجل قال يا رسول الله طفت قبل أن أحلق قبل أن أرمي حلقت قبل أن أطوف كل ذلك يقول افعل ولا حرج وهذه قاعدة للمفتين وللمرشدين لا سيما في الحج لا سيما في هذا اليوم أن يسروا على الحجاج وأن لا يقعهم في العنت والمشقة النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بأمته الرحمة للعالمين ما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج والمرأة تقصر ولا تحلق تقصر من كل ظفيرة أو تجمع رأسها على شكل ظفيرة من خلفها وتأخذ منه قدر أنمولة وهي الفاصلة الأولى من الأصبع العليا نعم ويسن لمن حلق أو قصر والحلق أفضل محلقين رؤوسكم ومقصرين فبدأ بالحلق قبل التقصير وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين في الأخير اللهم ارحم المحلقين اغفر للمحلقين كما في حديثي ابن عباس ابن عمر في البخاري ومسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة نعم ثم بعد ذلك إذا فعل اثنين من ثلاثة يوم العيد فإنه يحل التحلل الأول إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه يلبس ثوبة فيحل له كل شيء إلا النساء أما إذا فعل ثلاثة فمثلا منها الطواف رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وقصر وطاف بالبيت حل التحلل الأكبر فيجوز له كل شيء حتى معاشرة النساء فليتنبه الحجاج لمثل ذا لمثل هذه الأحكام المهمة وينبغي للإنسان أن يتفقه في أحكام المناسك كثير من الناس يمرون علينا في الفتوى وعلى المفتين في الحرم وفي المشاعر بعد ما يفعل يقول عملت كذا وعملت كذا فينبغي للحاج أنه قبل أن يتعلم وأن يفقه أحكام المناسك حتى لا يقع في خطأ ثم بعد ذلك يترتب عليه الفدع بعد ذلك الآن رمى وحلق ونحر يأتي إلى البيت ليطوف أي طواف أي طواف يا جماعة طواف الإفاظة تمام وهو ركن الحج لأن وقف بعرفة ثم يأتي لطواف الأحرم وقف بعرفة ثم يأتي طواف الإفاظة ويسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم أو كان متمتعا يسعى سعيا ثانيا للحج لأن السعي الأول كان للعمرة المفرد ليس عليه هدي أما القارن والمتمتع فعليهما هدي إذا وجد الهدي فبها ونعمة وهو أفضل أما إذا لم يجد فيصوم عشرة أيام فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة يبدأ بالطواف من الحجر الأسود ثم يطف سبعة أشواط ويصلي ركعتين خلف المقام وحيثما صلاها في الحرم أجزأت وينشغل بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن ثم هكذا في الشوط الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع يشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شرطا كثير من الناس يجهلوها الشرط الأول الإسلام والعقل والنية وستر العورة والطهارة على خلاف بين أهل العلم وتكميل سبعة أشواط يكفي أطوف ثلاثة أربعة لا لازم سبعة وكذا في المساء ويجعل البيت عن يساره لو طواف عن اليمين ما يصح الطواف بجميع البيت لا يدخل مع الحجر وإنما من خلفه بأن لا يدخل مع الحجر أو يطوف على الجدار يطوف ماشياً إن كان قادراً وإن لم يستطع فلا بأس بالركوب الموالات بين الأشواط لا يقطع إلا لحاجة إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة أو انتقذ وضوه فإنه لا بأس في ذلك ويبدأ بالحجر الأسود ويختم به هذه شروط الطواف ثم السعي يخرج بعد ذلك إلى المسعة يبدأ بالمروة أو لا بالصفة؟ بالصفة قال تعالى إن الصفة والمروة من شعائر الله والنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الطواف ذهب إلى الصفة ولما رقي أول الجبل قال اقرأ الآية إن الصفة والمروة من شعائر الله ثم قال أبدأ بما بدأ الله به وفي رواية ابدأوا بصيغة الأمر يطوف سبعة أشوار ويسعى سبعة أشوار من المروة من الصفة إلى المروة شو من المروة يرجع للصفة شوط اثنين من الصفة إلى المروة ثلاثة وهكذا مو بصفة مروة واحد لا هذا من التيسير ولله الحمد والمن أما بعض الناس كريم يسعى أربعة عشر شوط لا هذه سبعة لله والباقي في كيسك لأنها ليست على وفق الهدي النبوي ويستحب أن يشتغل بالسعي أيضاً بالدعاء والتلاوة والذكر وقراءة القرآن وليس هناك دعاء مخصوص لا في الطواف ولا في السعي بعض الناس يشق على نفسه يجيب كتيبات دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث هذا ليس له أصل أدعو بما يسر الله لك وما فتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة إلا بين الركنين ورد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وشروط صحة السعي وشروط صحة السعي النية واستكمال ما بين الصفا والمروح وتقدم الطواف عليه أن يكون السعي بعد طواف إلا ما كان في يومي إن نحر على إن شاء الله قول الراجح الآن الحاج عمل أركان الحج انتهى الحج ولما انتهى باقي باقي بعض الواجبات يذهب طواف الإفاظة ليس لازم يوم العيد يمكن أن يكون في أيام التشريق والصحيح أيضا أنه يمتد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة ولكن ينبغي على الحاج أن يتأكد من الأحكام فإن لم يطف يظل يعني بعيدا عن أهله فيما يتعلق بالمعاشرة حتى يطوف بالبيت